لكن اللي محدش فاكره او مهتم بيه ان علا بوغريشا في الفترة من ستة وستين اللي هو بدأ اللعب فيه لحد ما بطل في اغسطس تسعة وسبعين انه هو صنع اكتر من ستين في المية من اهداف نادي اسماعي وكان ممكن تعتبر علا بوغريشا من اعظم صناع اللعب في تاريخ مصر على مستوى لو بتتكلم علا بوغريشا على مستوى كلاعب في الاول ان علا بوغريشا يستحق ان احنا نتكلم عنه كتير قوي كلاعب هو بدأ حياته بتحدي صعب جدا انه كان عليه انه يحل محل اعظم لاعب في مصر اللي توفى المرحوم رضا وده كان تحدي ضخم جدا وطبعا هو تفوق ونجح بموهبته العالية وحقق مع الاسماعيلي لقب اول لقب للدوري في تاريخ النادي اسماعيلي ستين ستين سبعة وستين وفاز بلقب هداف الدوري براسية خمستاشر هدف كان وهو اصغر هداف للدوري في تاريخ مصر لانه هو اخد اللقب وكان عمره اقل من عشرين سنة بحوالي ستة اشهر لانه الدوري خلص اعتقد في ابريل سبعة وستين وكابتن علا مواليد نوفمبر سبعة واربعين كابتن علا بوغريشا بعد كده قدل اسماعيلي الاول بطولة افريقية في تاريخ مصر وتوج بلقب هداف البطولة براسية ثمن اهداف وتوج ايضا بلقب احسن لاعب في افريقيا في استفتاء مجالي جون افريق وفاز بالكرة الذهبية في استفتاء فرنسي فوتبول وكان اول مرة او كان علا بوغريشا اول اسم للاعب مصر تعرفه القرى الافريقية لدرجة انه في اسمه اسمه ابوغريشا موجود في القرى حتى يومنا اهازك لو تتكلم على على أبو جريشا بعد كده على أبو جريشا استمر عطائه للنادي الإسماعيلي وهو اللي اكتشف للإسماعيلي نصف مواهبه اللي فازه سواء من خارج النادي أو من جوا النادي اللي هو جيل سعفان وفوز جمال واحمد ريز الله رحمه وبعد كده جعلهم بشير وعصام وحمد العجوز وياسر عزة كان جيل عظيم جدا اكتشف على أبو جريشا وأغلب اللاعبين دول وحقق بالإسماعيلي في تجربة تستحق الدراسة الحقيقة انه كان جيل من اللاعب المغمورين حقق بيهم مع كابتن شاحت الله رحمه لقب لقب الدور العام كابتن عالي يا أبو جريشا يعني انا اتشرف جدا ان انا قابلته وتعاملته معاه هو شخص بعيدا عن الكرة هو انسان مهذب جدا اخلاقه عالية جدا شخص محترم جدا شخص جميل كابتن عالي يعني كل الناس اللي بيعرفوه يعني بيحبوه يعني مش انا بس فيها طبعا الاستاذ رافض شيخ انت بتشرف دي احنا اللي انتشرف كلنا كمان بالكابتن عالي يا أبو جريشا القيمة والقامة والأخلاق في الرياضة المصرية وأرجو اني انا ليه بجيب نعظم نستضيف النجوم القديمة عشان الاجيال الجديدة تتعلم قديه الناس دي عانت وقديه وصلت مبويش كده في يوم وليلة ووصلوا مرة واحدة اشتركوا في القناة